بعد أن تم التصويت على خمس وزارات داخل مجلس النواب تبرز مطالب عدة للإسراء بإكمال تسمية باقي الوزراء وإنهاء الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد وإشراك جميع المكونات دون تهميش أعتقد حالة التوافق هي التي انتصرت الآن في مجلس النواب وعادت المحاصص كسابق عهدها وأنا غير متفائل الحقيقة بإحراز تقدم حقيقي في مجال القضاء على المحاصص وبناء حكومة تقنية تستطيع تنفيذ البرامج بأرياحية وبمقبولية الآن الحقيقة هناك انشقاق مجتمعي وسياسي كبير في المجتمع تأثير من قوى خارجية كثيرة لكن نتمنى على الكتلة السياسية الجديدة أن تشكل عامل ضغط حقيقي ليس بخلفيات حزبية وإنما بخلفية وطنية واحدة وتستطيع تحقيق ما يطمح إليه الشعب العراقي الترف الوظيفي السابق لعدد من السياسيين دع الكثيرين المطالبة بإيجاد قواعد وسلوكيات تكنقراط تمثل السلوك الجمعية في اختيار الشخصيات التي تملأ الحقائب الوزارية الإشكالية تعدد حكومة تكنقراط ورئيس الزرامو تكنقراط مشكلة ليس مشكلة نحن نريد مجموعة السلوكيات تكنقراط لا نريد أشخاص تكنقراط مجموعة السلوكيات لا يطافر عليهم جديات السياسية نحن بعد ذلك نعيد العمال العالمي نريد نرجع ورجع العامل مال تهيب نريد رجع المنتج الوطني مال تهيب قطع خاص مئة ألف مصنع جاعدنا نسمح لفلاسفة العهد الجديد أن نحط من القطع الخاص وبحسب المختصين فإن عدم تكملة الوزارات في أقرب وقت قد ينتج عنه عواقب كبيرة تتسبب في تبادل الاتهامات بين الفرقاء السياسيين ما ينظر بكارثة حقيقية تعرقل سير العملية السياسية برمتها من بغداد ضياحات المدى